بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي وطالباتي أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من مادتنا أحياء 2.2 لعلنا في درسنا الماضي قد انتهينا من إنتاج الخلايا الجنسية واليوم بالتحديد سوف نتكلم عن الإخصام في درسنا الماضي اتفقنا بأن في تكوين الحيوانات المنوية هناك خلايا أسميناها أمهات المني التي ينتج من خلالها هذه الحيوانات المنوية الأولية فذكرنا هذه الخلية تكون ثناية الكروموسوم تنقسم ثم تعطينا أو تنقسم انقسامان منصفان قبل ذلك هذه الخلية أو خلايا أمهات المني تنقسم إحدى الخلايا تكمل هذا الانقسام المنصف الأول والثاني والأخرى تبقى ثابتة لماذا تبقى ثابتة؟ لذلك لتنتج خلايا أمهات مني لذلك الذكور كان لديهم القدرة على إنتاج هذه الحيوانات المنوية طوال فترة حياتهم بينما الخلية التي أكملت هذا الانقسام الأول والانقسام الثاني كان نهاية هذا الانقسام عبارة عن إنتاج أربع خلايا منوية علقنا وأكدنا بأن إنتاج الخلايا المنوية أو الحيوانات المنوية في الذكور يبدأ من سن البلوغ إذن في تكوين الحيوانات المنوية تتكون من خلايا منوية أولية ويبدأ في مرحلة البلوغ ويستمر إنتاجها طوال حياة الذكر كذلك ينتج عن مرحلتي الانقسام أربع خلايا منوية في الشقة الآخر في القسم الآخر في الجهاز التناسلي الأنثوي في تكوين البويضات بالتحديد تولد الأنثة ولديها جميع البويضات إذن الأمر هنا مختلف لم يكن إنتاج البويضات عند سن البلوغ البويضات نتجت أو تواجدت مع هذه الأنثة منذ سن الولادة يتم تضاعف المادة الوراثية في الخلية البيضية قبل الولادة وتبقى هذه الخلايا في المرحلة الأولى من الانقسام المنصف حتى سن البلوغ ثم انتقلنا بعد ذلك لنتكلم عن دورة الحيض وذكرنا سويا بأن تتراوح مدة دورة الحيض ما بين 23 إلى 35 يوم وفي الغالب مدتها 28 يوم وتمر بثلاثة مراحل أو ثلاثة أطوار استعرضنا هذه الأطوار ذكرنا في الطور الأول طور تدفق الطمث في الطور الثاني طور الحوصلة وفي الطور الثالث طور الجسم الأصفر ونحن نتتبع هذه الأطوار شاهدنا هناك تباين في إنتاج هذه الهرمونات التي كانت تزيد وتنقص بحسب الحاجة لهذه المرحلة شاهدنا الاستروجين يزداد في مرحلة الحوصلة بينما في الجسم الأصفر كان هناك أمر معاكس ارتفعت نسبة البروجسترون وبدأ هذا الاستروجين بالتراجع وذكرنا أنه عندما يتم إخصاب هذه البيضة سوف يستمر إنتاج هذا البروجسترون ليحافظ على هذا الجسم الأصفر طول فترة الحمل ولكن عندما لا يكون هناك حمل يبدأ هذا الجسم الأصفر يتحلل يبدأ هذا البروجسترون ينخفض لا يدعم هذا الجسم الأصفر وتبدأ دورة طمث جديدة ومثل ما ذكرنا تبدأ دورة الطمث بمجرد نزول الدم استعرضنا هذه المراحل مرحلة مرحلة وأبرزنا أهم السمات أو أهم الهرمونات التي تفرز فيها وهم التغيرات التي تتبع كل مرحلة في طور تدفق الطمث يبدأ تدفق الطمث في اليوم الأول ويستمر ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام هناك تباين في عدد أيام نزول في هذا التدفق وآتت بعد ذلك المرحلة الأخرى سميناها طور الحوصلة في طور الحوصلة يزداد إفراز هرمونية الغدة النخامية للـ H و FSH وتبدأ خلايا الحوصلة بإفراز الكثير من الأستروجين ولعل هذه من أهم الصفات التي تميز بها هذا الطور إذن هناك زيادة في الأستروجين وهناك قلة في ماذا؟ في هرمون البروجسترون تنضج الحوصلة ثم تتمزق وتحدث الإباضة بعد هذه المرحلة في هذه المرحلة ثم يأتي مرحلة أسمينها مرحلة طور الجسم الأصفر بعد أن كانت هذه البويضة محاطة بالحوصلة أصبحت محاطة بما أسميناها بالجسم الأصفر تتغير خلايا الحوصلة إلى ما يسمى بالجسم الأصفر ويتحلل ويفرز البروجسترون ويكون هناك كمية أقل من الأستروجين إذن بشكل معاكس انخفضت كمية الأستروجين اللي ظهر معنا باللون البنفسجي تتذكرون الرسمة والجدوى اللي ظهر معنا وكان هناك زيادة في ماذا؟ زيادة في البروجسترون الذي يغذي هذا الجسم الأصفر انتهينا في درسنا الماضي عندما استعرضنا وذكرنا أو عرفنا الإخصاب ما هو الإخصاب؟ الإخصاب يحدث عند إخصاب البويضة في قناة البيض ماذا ينتج عن هذا الإخصاب؟ يبقى البروجسترون مرتفع البروجسترون الذي كان يدعم هذا الجسم الأصفر الآن هناك عملية حمل البروجسترون الذي انخفضه مع نهاية دورة الطمف عند المرأة الغير متزوجة والمرأة الغير حامل الآن الأمر مختلف خصبة هذه البيضة هناك حاجة لهذا البروجسترون ليدعم هذا الجسم الأصفر إذن بعد الإخصاب أهم الأمور التي سوف نلحظها بقاء البروجسترون مرتفع كذلك لن يتحلل هذا الجسم الأصفر أيضا تتراكم الدهون في بطانة الرحم وتبدأ إفراز سواعي الغنية بالمواد المغذية للجنين واستعرضنا معكم هذا الجدول ولعل لنا أبرزنا أنه كل جزء من هذا الجدول يبين لنا فكرة خلال دورة الطمت ولعل أبرزها هنا في الجزء الأخير يبين لنا سماكة هذا الرحم نلاحظ أنه هنا الرحم بدأ يتمزق بدأ يفقد هذه الطبقة التي تكونت وذكرنا أنه من حكمة الله سبحانه وتعالى في كل دورة شهرية يتم تبطين هذا الرحم لماذا؟ استعداد لو كان هناك عملية حمل ولكن عندما لا يكون هناك حمل عندما يتحلل الجسم الأصفر تتحلل هذه البويضة يبدأ عملية أو تبدأ عملية دورة الطمت وتدفك هذا الدم من خلال ماذا؟ إنكباضات تحدث في الرحم يتمزق هذا الرحم ويخرج هذا الدم في درس الإخصاب لدينا فكرة رئيسة تنص فكرتنا الرئيسة من آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه أن جعل الإنسان ينمو من خلية مخصبة تتحول إلى مليارات من الخلايا المتخصصة في وظائفها إذن وكأنه يذكرنا بأن الإنسان بأجهزة العصبية والتنفسية وأجهزة الدوران والهضم والعظم والعضل كل هذه الهياكل هي كانت عبارة عن خلية مخصبة عبارة عن التقاء حيوان منوي مع بويضة هذا الإخصاب تبع إنقسامات هذه الإنقسامات بدأت تكون لنا الطبقات هذه الطبقات بدأت تعطي تخصص أكبر لتكوين هذه الأجهزة ويعلكم تتذكرون في مقرر أحياء واحد ونحن نتكلم عن التكوين الجنيني المبكر كيف كان هناك إنقسامات متتالية للخلايا يلتك الحيوان المنوي مع البويضة ثم تدخل هذه البويضة في الإنقسامات المتتالية خليتين أربع ثمان ست عشر خلية يتكون الجسم المصمت ثم تأتي مرحلة البلاستيولا كأولى المراحل تظهر فيها الأنسجة ثم أتت مرحلة الجاسترولا بتكون طبقتين ثم ظهرت الطبقة الوسطى كل طبقة من هذه الطبقات بدأت لتكون لتتخصص في إنتاج جزء من هذا الجسم الطبقات الخارجية الإكتو ديم تخصصت في إنتاج الخلايا العصبية والجلب القناة الرضمية كانت المسؤول عنها الطبقة الداخلية أو ما أسميناها بالإندو ديرم الميزو ديرم كطبقة وسطة كانت مسؤولة عن تكوين أجهزة الدوران والتنفس خلال دراستنا لهذا الدرس لدينا مجموعة من الأهداف نطمح لتحقيقها بأن تناقش وتناقش التغيرات التي تحدث في الأسبوع الأول بعد الإخصاء كذلك تصف وتصف التغيرات الرئيسة التي تحدث في المراحل الثلاث لتكوين الجنين أيضا أن توضح وتوضح تغير مستويات الهرمونات خلال مراحل الحمل عندما نتحدث عن الإخصاب ماذا نقصد بالإخصاب؟ كيف يحدث هذا الإخصاب؟ يبدأ تكوين جسم الإنسان ونموه بقدرة الله سبحانه وتعالى بإخصاب الحيوان المنوي للبويضة إذن تتذكرون جميعا أن التقاء الحيوان المنوي أو التقاء المشيج المذكر مع المشيج المؤنف بشكل عام في علم الأحياء نسمي العملية هذه عملية إخصاب ونحن نتكلم عن جسم الإنسان التقاء الحيوان المنوي كمشيج مذكر والتقاء البويضة كمشيج مؤنف نسمي هذه العملية عملية إخصاب فيبدأ هذا الإخصاب من خلال التقاء الحيوان المنوي مع البويضة هناك تحديات كبيرة تواجهها جميع المخلوقات الحية وليس الإنسان فقط فالتقاء الحيوان المنوي مع البويضة وبمثابة التحدي الأكبر لهذه المخلوقات تتذكرون كنا نتكلم مثلا عن المخلوقات التي يكون إخصابها خارج هذه المخلوقات في بعض الحالات لا تلتق هي تعتمد مثلا على ضوء القمر لتضع البيض في وقت محدد تأتي الذكور لإخصاب هذا البيض أيضا درسته في علم البيئة وبالتحديد في الفصل الذي كان متعلق بالسلوك كيف كان هناك سلوكات للمغازلة من خلالها الحيوانات تنجذب لبعضها البعض لتتم عملية التزاوج كذلك عندما درست في النباتات كان هناك آليات لنقل حبوب اللقاح ليلتك المشيج المذكر مع المشيج المؤنث أيضا هناك تحديات متعلقة بالإنسان فالتقاء الحيوان المنوي مع البويضة هناك تحديات من خلال مثلا إطلاق إذا تتذكرون في الجهاز التناسي الأنثوي كان هذا المهبل يطلق الأحماض لقتل الحيوانات المنوية الحيوانات المنوية كانت تواجه هذا التحدي من خلال إفراز مادة قلوية تخفف الحظ في هذه المنطقة أو في منطقة المهبل ليسهل على الحيوانات المنوية الوصول لهذه البويضة من أهم التحديات من أكبر التحديات تتواجه جميع المخلوقات وليس الإنسان والتقاء الحيوان المنوي والبويضة التقاء الحيوان المنوي والبويضة نعبر عنه بالإخصاء حيث تحدث هذه العملية في أعلى قناة فالوب إذن هنا يظهر معنا جهاز تناسلي بعد دخول هذه الحيوانات المنوية للجهاز التناسلي هنا يظهر معنا المبيض تمت هنا الإباضة إطلاق هذه البيضة هنا قناة فالوب هنا المنطقة التي تحدث فيها عملية الإخصاء إذن من أهم الأسئلة تقدرد إلينا أين يتم الإخصاء أين يلتكي الحيوان المنوي مع البويضة هل يلتكي في المبيض هل يلتكي في المهبل هل يلتكي في الرحم التكاء الحيوان المنوي مع البويضة عملية الإخصاء تتم هنا في قناة البيض أو ما نسميها بقناة فالوب الحيوان المنوي والبويضة من الخلايا الجنسية في الجسم حيث تحتوي كل واحدة منها على نصف العدد الكروموسومي للخلايا الجسدية بمعنى أن هذه الخلايا الجنسية تحتوي على 23 كروموسومي الحيوان المنوي والبويضة من الخلايا الجنسية تحتوي عليك على نصف العدد هذه المعلومة ليست بجديدة عليكم ونحن نتكلم عن إنتاج الخلايا الجنسية تعرفنا عليها بأن كل الخلايا الموجودة في جسم الإنسان هي خلايا جسدية هي خلايا جسدية بينما الحيوان المنوي والبويضة نعبر عنها بالخلايا الجنسية أهم ما يميز الخلايا الجنسية عن الخلايا الجسدية كون الخلايا الجسدية تملك 46 كروموسوم نرمز لها بالرمز نسميها ثنائية الكروموسوم والخلايا الجنسية تملك 23 كروموسوم أو ما نعبر عنها بأوحادية الكروموسوم أو ما نرمز لها بالرمز 1N عند الإخصاب تجتمع الكروموسومات ليصبح عددها 46 كروموسوم ولعلكم تتذكرون في درسنا الماضي قد اتفقنا بأنه لو تخين أن الحيوان المنوي 46 والبويضة 46 سوف يكون ناتج هذا الالتقاء ناتج هذا الإخصاب 92 كروموسوم وهذا أمر مختلف ذكرنا في الأمراض الوراثية وزيادة كروموسوم نقص كروموسوم خلل في أحد الكروموسومات ينتج عنه مجموعة من الأمراض نسميها متلازمة وهناك متلازمات مثل أشهرها متلازمة داون هذه المتلازمة كان هناك خلل في الكروموسوم 21 نتجت عنه مجموعة من هذه الأمراض فلو تخيننا أن هناك خلية جنسية أو إخصاب سوف ينتج عنه 46 كروموسوم لعلك ولعلك تتخيل حجم التغيرات التي سوف تحدث لهذا الجنين فمن حكمة الله أن كانت هذه الخلايا تنصف تملك خلايا أوحادية الكروموسوم فعندما يلتقي 23 كروموسوم من الحيوان المنوي و23 كروموسوم من هذه البويضة تتم عملية الإخصاب لينتج خلية ثنائية الكروموسوم تملك 46 كروموسوم تدخل الحيوانات المنوية إلى داخل المهبل من خلال الذكر خلال عملية الاتصال الجنسي إذن هذه الحيوانات المنوية تعبر إلى داخل المهبل من خلال عملية الاتصال الجنسي تدخل إلى داخل المهبل يستطيع الحيوان المنوي البقاء داخل الجهاز التناسلي الأنثوي 48 ساعة بينما البويضة غير المخصبة لا تستطيع البقاء أكثر من 24 ساعة إذن هذه البويضة عندما أطلقت عندما تم خروجها من هذا الحوصل أو تمت عملية الإباضة سوف تبقى في قناة فالوب لمدة 24 ساعة إذ لم يتم تخصيبها خلال هذه الفترة سوف تضمح لهذه البويضة ولن تستطيع القدرة على إنتاج أفراد جديدة أو لن تخصب هذه البويضة بينما الحيوانات المنوية من الممكن أن تبقى داخل جسم الأنثى 48 ساعة بمعنى لو تم عملية إطلاق الحيوانات المنوية قبل الإباضة بـ 24 ساعة من الممكن أن يحدث عملية إخصاب وهناك ثلاثة أيام من كل شهر من الممكن أن يحدث فيها عملية الإخصاب الحيوان المنوي يبقى 48 ساعة بينما هذه البويضات تبقى فقط 24 ساعة من بين 300 مليون حيوان منوي يتم قذفها بالمهبل فقط المئات منها تنجح في الوصول إلى البويضة إذا كنا متفقين نحن في الدرسنا الماضي أن الذكور تنتج ملايين الحيوانات المنوية تستطيع إنتاج أو حتى الأنابيب المنوية على مستوى الإنتاج قادرة على إنتاج ماذا؟ على إنتاج ملايين أو مئات الملايين من الحياة المنوية فهنا يذكر أنه من الممكن يتم قذف 300 مليون حيوان منوي داخل المهبل ولكن من يصل إلى منطقة فالوب من منطقة المهبل حتى منطقة فالوب ليست بالمسافة البعيدة من يصل من هذه الأعداد المهولة إلى منطقة فالوب؟ فقط المئات من الحيوانات المنوية ذكرنا هناك تحديات تواجه هذه الحيوانات المنوية لإلتقاء بهذه البويضة أهم أبرز هذه التحديات إفراز المهبل لهذا الحمض الذي يقتل يحد من وصول الحيوانات المنوية لمنطقة أو قناة فالوب أيضا من ضمن التحديات حيوية الحيوانات المنوية ذكرنا أن هناك بعد منطقة الرأس الحيوان المنوي تأتي منطقة العنق أو منطقة الوسط هذه المنطقة مليئة بالميتوكنديريا فهناك فارق كبير في حيوانات المنوية في تغذية الحيوانات المنوية لكي تصل إلى هذه المنطقة فمن بين كل الثلاثمائة مليون هذه كرقم أظهر لنا الكتاب يصل المئات فقط من هذه الحيوانات المنوية بعضها تهاجم كريات الدم البيضاء وبعضها الآخر يموت في طريقة والحيوان منوي واحد هو من يخصب البويضة صحيح أن من وصل إلى هذه البويضة هو مئات الحيوانات المنوية ولكن لا يخصب هذه البيضة لا يدخل إلى داخل هذه البيضة سوى حيوان منوي واحد من مجموعة الثلاثمائة مليون التي أطلقت داخل هذا المهبن خلق الله في الحيوان منوي جسما قمعيا داخله عضيات اللايسوسوم التي تحوي إنزيمات هاضمة تعمل على إضعاف الغشاء البلازمي للبويضة لكي يخترقها الحيوان المنوية إذن هنا نلاحظ مجموعة من الحيوانات المنوية تحاول اختراك هذا الجدار تحاول اختراك هذه الطبقة المغلفة لهذه البويضة مئات الحيوانات المنوية وصلت لا نتخيل أن حيوان منوي من خلال ما يملك من اللايسوسومات هاضمة قادر على اختراك الحيوانات المنوية لذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه وصل مع هذا الحيوان المنوي سوف يخترق البيضة المئات من الحيوانات المنوية جميع هذه الحيوانات سوف تطلق هذا اللايسوسوم اللايسوسوم سوف يقوم بإفراز العصارة الهاضمة التي تعمل على ماذا؟ تعمل على تحليل جدار هذه البويضة ولكن أول حيوانات دخولا إلى هذه البيضة مباشرة سوف يكون هناك إغلاق لهذه البويضة لن يستطيع أي من الحيوانات المنوية تجاوز هذه البويضة أو اختراك هذه البويضة أو تلقيح هذه البويضة ولكن هذه المئات التي كانت تتشارك مع منطقة فالو كانت تساعد في عملية هضم هذا الغشاء الذي كان يحاط بهذه البويضة فحيوان منوي واحد سوف يكون عاجز من خلال ما يملك من اللايسوسومات على تفكيك هذا الجدار عند اختراك الحيوان المنوي البويضة تكون حاجزا منيعا يمنع الحيوانات الأخرى من اختراكها هنا نتساءل لماذا يحتاج الإخصاب إلى مئات الحيوانات المنوية لعلي سبقت هذه الإجابة أو هذا السؤال وذكرنا بسبب وجود طبقة حماية قاسية حول البويضة تتطلب مئات الحيوانات المنوية أن تفرز انزيمات من أجسامها القمعية لإضعاف هذه الطبقة في نهاية الدرس لدينا مناقشة بسيطة في سؤالنا الأول والأهم أين تحدث عملية الإخصاب هذه العملية هل حدثت داخل المهبل أم في الرحم أم في المبيض أم في قناة البيض لعل هذا السؤال من أهم الأسئلة المتعلقة بعملية الإخصاب عملية التقاء الحيوان المنوي مع البويضة من الأسئلة المتكررة حتى على مستوى أسئلة التحصيل أين يتم أو تحدث عملية هذا الإخصاب هل حدثت في المهبل أم في المبيض أم في الرحم أم في قناة بيض مثل ما ذكرنا واتفقنا سويا بأن هذه العملية حدثت داخل قناة البيض أو ما أسميناها بقناة فالوب في السؤال الثاني يفرز الحيوان المنوي إنزيمات هاضمة لتحليل غشاء البويضة من خلال لعل آخر فكرة ناقشناها قبل قليل ذكرنا يصل المئات من الحيوانات المنوية لتساعد الحيوان الذي سوف يخترك البيضة في تحليل هذا الجدار هنا يتساءل في السؤال هذه الإنزيمات الهاضمة ما هو مصدرها هذه الإنزيمات التي ساعدت على تحليل الغشاء من المسؤول عن إفرازها عن إخراجها داخل هذه الحيوانات المنوية هل هو الليسوسوم أم الذيل أم الميتوكنديريا ألف وباء صحيح إذن ونحن ستتبع هذه الرسوم اتفقنا سويا بأن الليسوسوم هو الذي كان مسؤولا عن إفراز ماذا عن إفراز هذه الإنزيمات الهاضمة التي عملت على تحليل الغشاء المحيط بالبويضة هذا الغشاء القاسي إذن بهذا السؤال نكون قد وصلنا إلى ختام درس الإخصاب في درس الإخصاب لدينا فكرة رئيسة مهمة أين يتم الإخصاب يتم الإخصاب داخل قناة البيض متى نسمي العملية عملية إخصاب عند التقاء الحيوان المنوي مع البيضة نسمي هذه العملية عملية إخصاب كم يصل من الحيوانات المنوية أو كم يقدر في الحيوانات المنوية داخل 300 مليون من الحيوانات المنوية كم يصل من الحيوانات المنوية إلى منطقة فالوب إلى منطقة أو قناة البيض يصل إلى قناة البيض المئات من الحيوانات المنوية أبرزنا سؤال مهم علل عللي لماذا وصل المئات من الحياة المنوية ولكن لن يقوم بتحليل أو باختراك هذه البيضة أو بخصاب هذه البيضة سوى حيوان منوي واحد ذكرنا أن الحيوانات المنوية جميعا تتشارك من خلال الليسسوم بإفراز هذه الإنزيمات الهاضمة لهضم هذه الطبقة القاسية ليتسنى للحيوان المنوي الذي يخص بالبيضة أن يستطيع اختراك هذه البيضة فحيوان منوي واحد غير قادر على اختراكها لوحده وجعي لكم بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك